تلقى السيد جونغ طلباً للالتزام بالخدمة العسكرية الإلزامية من هيئة الشؤون العسكرية المحلية في شهر أكتوبر من عام 2017 ولكنه لم يستجب لذلك وأقيمت ضده دعوة قضائية بتهمة مخالفة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في عملية المحاكمة قال جونغ إنه رفض طلب الخدمة وفقاً لروح المسيحية التي تحب السلام وكونه ينتمي إلى أقلية نوعية مدعياً أن رفضه وقع في نطاق الأسباب العادلة التي ينص عليها قانون الخدمة العسكرية وتبين أنه كان قد شارك بالفعل في مختلف التجمعات المعترضة على الحروب وأعمال العنف وتبينت أحكام المحاكم المخففة ضده بحيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً ضده بالسجن سنة ونصف بينما قررت محكمة الاستئناف تبريئته مشيرة إلى أنه رفض الخدمة العسكرية وفقاً لضميره الحقيقي ثم صرحت المحكمة العليا بأن حكم المحكمة الأخيرة صحيح مؤكدة على أن رفضه إذا كان وفقاً للضمير الحقيقي فإنه يقع في نطاق الأسباب العادلة التي حددها قانون الخدمة العسكرية